دفنا النهاردة وصانع محتوى مصير دايما للجدل خصوصا داخل الوسط الفني أغلب فيديوهات وهتلاقي عليها ضجة كبيرة سواء بين الفنانين أو النقاد وده لسبب بسيط جدا وهو أنه قدر يزبط نفسه على ساحة الميديا وفي وقت قليل جدا وبقى بيتابعوا الملايين حرفيا سواء عشان يسمعوا صوته وتلخيصه الأفلام والمسلسلات أو علشان يتفرجوا على نقده الساخر للأعمال الفنية المختلفة اللي بيتم عرضها ونوارنا النهاردة صانع المحتوى المميز جدا محمد طهر إزايك محمد؟ إزايك؟ عامل إيه؟ الحمد لله إيه الأخبار؟ ومبسوطة جدا جدا أن أنت معي النهاردة أنا مبسوطة جدا وبعد الإنترو دي تبسطتك كتير الصراحة بجد جدا الحمد لله بص أنا أول حاجة طبعا عايز أسألك عليها هو أنت إزاي جات لك الأفكار دي؟ أنهي أفكار؟ أي أفكار؟ كل الأفكار إحنا عدنا تكلمنا شوية حلوين قبل الحلقة كان عندنا وقتا نحن نتكلم مع بعض وأنا اكتشفت أن أنت بتعمل حاجات كتيرة جدا من زمان في التلفزيون وبعد كده ابتدت تعمل كمان حاجات على السوشيال ميديا نبتزي الأول من التلفزيون بعدين ندخل على السوشيال ميديا أنا يعني هو أنا ما عمتش حاجة هي بتيجي كده والله يعني الواحد بيحاول يكتهد وهي بقى بتيجي كده فأنا اشتغلت في التلفزيون من حوالي 10 سنين أو 11 سنة كده اشتغلت لمدة 8 سنين وفي آخر سنة لها في التلفزيون كان وقت الكورونا أنا من المستفدين من الكورونا بالمناسبة يعني وكان كنت شغال مراسل وكان مطلوب مننا في القناة اللي كنت شغال فيها أن احنا نعمل تقارير من البيت نبعتها للقناة عشان تنزل عشان احنا مش لقين حاجة نعملها ومش هيسيبونا نوعد في البيت من غير شيء ولازم يشغلون طبعا طبعا في حاجات اترفضت من القناة في حاجات حبوها في حاجات نفعت في حاجات تعدلت فكان دي أول مرة أحس فيها تقريبا أنا ممكن أعمل حاجة voiceover بصوتي والناس تحبها لأن أنا مش لقينها أي حاجة أعملها فكنت بقعد جواه الدوليب أسجل voiceover عشان ساكن في منطقة زحمة أوكي فاختبت بالسوت آه فكنت بجي بعد ساعة 12 بالأسجل وأبعت لهم في حاجات كتير بتترفض فكنت بأخد أحطها على البروفيل بتاعنا أوكي فبقى أهم حاجة رفضت الحمد لله أنهم رفضوها كان ركاب لفيلم مش ركاب كنا بنشرح إزاي في مسلسل دارك دا كان مسلسل تريند أوي وقتها ما حدش فيهم حاجة من مسلسل حاولت أن أنا أشرح المسلسل بيتكلم عن إيه خصويا أن السيزون الأخير كان نازل فكان تريند فكان المسلسل المؤقت أنا شرحته على شوية هي جات كده بقى فالناس حبت الفيديو فحسيت أن أنا شفت مستقبلي بقى أنا حاول أستغل النقطة دي وبس بقى وبدأنا بقى أوكي وده كان أول حاجة أنت حطيتها على السوشال ميديا لا مش أول حاجة أول حاجة تتشاف أنا حطيت حاجة كتير أول من زمان أول مشتغلت في التلفزيون وأنا كل كم سنة كده أحاول أعمل حاجة سوشال ميديا ونزلها وما تتشافش فالحد ما ما تشافتش عشان كان لسه ناس مش عارفينك ولا ما تشافتش عشان كان لسه السوشال ميديا مش أكتب أول لا عشان هذا كان سياء جدا كتوحش قوي يعني كنا بنحاول كان أعمل حاجات بس كتوحش وأنا مش فهم سوشال ميديا فهي جات كده أوكي طب إيه أول فيديو أنت عملته حاسيت أنه عمل مشاهدة وتخضيت من العدد للناس هو ده هو ده مسلسل دارك أوكي ده اللي أنا عملته وصحيت لقيت تقريبا كان 300 ألف فيو 400 ألف فيو ده يا نهرب يا كنت روحت تاني يوم الشغل القناة مش عايز حد تتكلم معي أنا فنين كل الناس عرفتك بقى أو كده بعدها مع الوقت بقى طبعا لا يعني أنا أنا كنت اشتغلت السنة في الميديا وأنا لسه زي منا وبعمل حاجة على سوشال ميديا وكنت شغال في التلفزيون فكنت مثلا أنزل أعمل تقارير في الشارع أنزل أعمل فوكس بوبس مع الناس أسألهم في حيات معينة فتلاقي حد بيقول أنا عارفك فطبعا ببقى سعيد طبعا فمع الوقت بقى خلاص أنت لحد دلوقتي مش كل الناس عارفة طهر فأنت بنسبة ما فيه ناس بتشوفها ككتر ونسبة ككتر ونسبة ككتر فأنت هو من أول يوم لحد دلوقتي أنت بتحاول أن تكسب ناس أكتر تقدم للناس القديمة عشان ما ينسكش فالحوار بيبقى معقد شوية بس نحاول أن نطور في المطلق طيب ده بالنسبة لإزاي أنت بتديت بعد كده بتديت تعمل حاجات مختلفة وكتير على السوشال ميديا قولنا بقى بتديت بإيه والله أنا بحاول أعمل كل حاجة عارفة أنا نفسي أعمل كل حاجة في الدنيا بس إحنا أقول ما بتدينا بتدينا بحوار الموفي ريكابس دي الكوميدي اللي الناس تحب أنها تسمعها منك أنت مش مجرد بتحكي الحاجات دي أكتر حاجة تشافت بالمناسبة أكتر حاجة الناس حبيتني عشانها بس في نفس الوقت ممكن تدخل تلاقي كوميدي كده حد يقولك أنت دمك يلطش أنت دمك يقرف بطل سخافة بقى أنت دمرت الفيلم فحسيت أن أنا ممكن أكسب الجمهورين فعملنا حاجة اسمها فيلم في الخمسينة إن إحنا نركاب الأفلام من غير كوميدي عشان الناس اللي ما بتحبش خف الدم اللي هاي لدي وزي ما إحنا بنعمل كوميدي فاللي ما بيحبش ده بيحب ده واللي ما يحبش ده بيحب ده فدي كتأول مرة فإن أنا ممكن أكسب جمهورين عكس بعض وفي ناس طبعا مش عاجبها الاتنين أصلا لحد ما في رمضان 2021 بالصدفة كده مش فاكر كان كنت عايزة أعمل حاجة على فيلم عربي ومعرفناش بسبحة أول ملكية فقلت رمضان ده ناخده أجهزة فحد قال لي لأ تم ده سيزن ورمضان قعدنا ننكر إزاي الكوب رايتس فقلت نطلع بنفس سنة بقى أطلع أهزر على كان الأول بهزر عادي لحد ما الحور بقى وصل لكوارس إن أنا أطلع أهزر على الأفلام والمسلسلات فحسيت أن ده لها جديد وحسيت أن الناس تحب رأيي أصلا ده كانت حاجة غريبة بالنسبة لي أنا بحب السينما والفن وبقى طول عمري بتفرج على الأفلام واشتغلت في الميديا والكلام الضريف ده كان لين جديد كده كان حاجة جديدة ضفناها إن إحنا نطلع نقول رأينا في وفضلنا شغالين تلات حاجات دول حوالي تلات سنين لحد ما مؤخرا عملنا حاجة جديدة اسمها ميدنايت إن أنا بتشتم كتير قوي إن من الناس معينين أو ما بيحبوش الكونتينت إن هم بيشوفوا إنها ما بفهمش ممكن بقى عندهم حق الله أعلم مين بقى لهم ما بيشوفوا إن انت متفهمش الناس اللي بتتفرج العملالك فالو ولا النقاد مش كل النقاد يعني فيى نسبة من اللقاد نسبة من الصحفيين نسبة من الفنانين نسبة من الناس العادية شايفين إن إحنا كنا عايزين نوصق حاجة عن السينما البداية كان إحنا نوثق حاجة عن السينما المصرية لأن ما احترامي للجميع أي حد يطلق أتكلم في السينما المصرية تلاقي مصادر مش عارف موقع إيه منتديات إيه فحاسنا أن إحنا عندنا أزمة في الأرشافة بتاعتنا لحد ما تعرفت على حد عرفني على حد عرفني على حد في ناس تعرفت عليهم هما بيحبوا يجمعوا داتا عن السينما بس هما بيكتبوش أصلا في ناس هو يتلاقي مثلا ممثلة زي كاماليا وفي حد بيجمع داتا عنها لنفسه أصلا فبتديت عمل بقى الشبكة مع النزل إن إحنا عايزين نحاول ده البرنامج بقى كالبرنامج بقى عن السينما كلها عموما فنزلنا ميدنايت بقى بنتكلم فيه عن السينما عموما بعيدا بقى عن التريندات بعيدا عن النقد بتاع الأفلام بعيدا عن المسلسلات المصرية أو اللي بتتعرض إحنا بنامت حاجة عامة عن السينما عموما لما أنت بتتيجي تعمل نقط أو بتهزر على فيلم مساعة معين أنت بتبقى بجد من جواك مش حبه ولا بتكون حبه لا ممكن أبقى حبه وهزر عادي هو اللي بيفرق معين أنا ما أقولش حاجة مش مقتنع بيها بس ممكن يبقى فيلم ناجح جدا وهائل جدا واطلع أهزر أو أسف أو أيا كان المسمى أو أسخر من حاجة فيه ممكن تبقى كويسة بس نطلع منها إفيه عادي بس ما أطلعش أقول إن هي وحشة يعني ممكن أهزر أه بس من غير ما أقول إن هي وحشة لو هي عجباني لو هي عجباني أه لو مش عجباني بقولنها مش عجباني طيب أنت بتتفرج على كم مسلسل وكم فيلم لحد ما بتوصل أنت تنقي حاجة لا كتير أنا طول عمري بحب الأفلام والمسلسلات يعني أنا فاكر مرة من كتر أنا معي يوسف إبراهيم من الناس اللي بتشتغل معي اللي أسسوا معي مثلا فيلم في الخمسين فيوسف كان معي في الجامعة وأنا هو عارفين إن إحنا منزلهم بتحب الأفلام من أيام ما كنا بنجيبها البعض على السديهات بعد كده مش عارف بقى فلاشات بعد كده لينكات فإحنا عندنا إدمان الأفلام فأنا فاكر فيما هو وفي مرة سألني قال لي إحنا ينفع نكسب من فرجتنا الأفلام دي أي حاجة فأولت له إن شاء الله ربنا نسأ فلما بقينا نعمل ده فكلمت هو فإحنا من زمان إحنا الاتنين لأ إحنا هي هوية أنت بتحب تفرج على الأفلام بتحب تفرج على السينما بتحب تفرج على حاجات قديمة على حاجة جديدة على مسلسلات وخصوصا كمان أنت دلوقتي بقى عندك بقى في منصات كتير قوي فالمعروض بقى كتير فأنت غصبا عندك بقيت عايز تفرج على حاجة كتير عشان تبقى بتلاحق الترندات اللي أنت بتشوفها حوليك أكيد جاء لك نقدة قبل كده اللي هو أنت مدرستش عشان تقول فكرت أن أنت تدرس أدرس إيه مش عارفة بس هو يعني أكيد حاجة ليه علاقة بالموضوع ده يعني أقولك حاجة 90% ما تي تشوفي أعظم الأسامي في النقد سواء المصرية المعصرة أو القديمة من الأول اللي كانوا بيكتبوا في الكواكب واللطاق في المصورة وكل المجالات القديمة وبرة كمان بتلاقيهم أن أغلبهم كانوا صحفيين فن يعني مظبوط أغلبهم الغالب حتى في مصر هنا ما بتلاقي حد مثلا في حد كان بيشتم عليها أصلا أو بينتقد اللي بيحصل ده وهو أصلا صحفي فن وبيطلع كنقد فني فأنا اشتغلت صحفي فن كتير بس أنا عمري ما حسبتها كده إنت عايز تقول رأيك بتقول رأيك هتتحط في حطة نقد دي بقى لما يجي يخصصو لك مثلا مكتب في الأهرام أو مثلا هتتعين مدرس في النقد إنما انت حد بطلع تقول رأيك هل أنا محتاج أقدم لك مبررات إن أنا ليه طالع أقول ده حاجة كويسة أو حاجة مش كويسة ممكن أبقى دارس ومفا مش مثلا فأنا بحس إنه لا أنا مش هشغل بالي بدأ أنا بطلع أقول رأي بطريقة معينة وخلص فيه ناس متحبها فيه ناس متحبهاش لو أنا درست فيه ناس هتحبها وناس ما مش هتحبها فهي هي طيب هل جاء لك كومنت مرة ويمكن ده ممكن يكون حصل في الأول مش دلوقتي إيه بقى إنه مثلا حد قال لك حاجة ديقتك جدا لدرجة أن انت حسيت أن انت اكتأبت آه كتير في الأول ولا دلوقتي لسه لا دلوقتي خلص الواحد اكتأب لا الواحد تبلد أصلا من الاكتئاب يعني اللي قابله كذا مرة أنا وراء حد دخل شتمني في كومنت وهو كان ساكن جنبي عرفتني واساكن جنبي لا معرفوش عرفتني واساكن جنبي تتعاملت انفستجيشن عليه؟ أوه لا لقيت في الآخر عائل صغير وبابا قال يعني هو بابا استغرب وزعق له وبتاعنا حسيت أنه هو إيه الحوار أنا حسيتنا مكبر الموضوع قوي أسنت دايقت قوي للدرجة دي آه كنت لسه ببتدي وحد شتمني فما حسبتاش بقى إن ده العادي وساعات بقى بيبقى في كومنت مثلا حاجة بتدايق أو إن انت تبقى حاطت لحاجة إكسبيكتيشنز عالية قوي إن انت دي هتعجب الناس وما تعجبهمش دي ممكن لسهل الحاجة اللي تدايق لحد دلوقتي دي الحاجة اللي حد دلوقتي بتدايق فبس مش قوي بقى زي زمان خلاص بس زمان بقى في الأول حد يكتب كذا حد يشتري يقولك الوضع كذا حد ينتقدك الحاجة دي في الأول وبعد كده خلاص وبتسبه معي دي ما بتعملهمش مسلا ملوقع أو أي حاجة دلوقتي وأنا بقرأ الكومنت مثلا بفلتر وأنا اللي عاجبني تمامه اللي مش عاجبني ما كاني مش فتوش أو في حاجة ممكن ما تعجبنيش بس بقى صح فحطها في حسبيتي مثلا ده اللي هو بقى اسمه النقد البناء يعني لا ممكن يبقى حد داخل مش عاجبه بس همكي ما عنده حق ممكن يبقى عامل حاجة سخيفة قوي فيقولي انت كذا وكذا وكذا شوف لك شغلانة تانية مثلا فشوف لي أنا ممكن الشغلانة دي ما بيتش مناسبة معي عم فحاولي ان انا اطور طيب الكومنت اللي جالك اللي ما تنسهوش من كتر حلوته لا هو اول فيديو يعني هو دايما لما بتكسر ريكورد معين هو ده اللي ما بنسهوش يعني آه طبعا فيه ممثل ممكن يبقى عطلك حد انت بتحبه مثلا بتتابعه مثلا فجأة هو اللي بيتتابعك مين لا كتير لا فيه فنانين كتير مين اكتر حد اصر فيك اصر فيه بمعنة ايه ان امبسطت قوي وحسيت اللي هو ايه ده انا مبسوط قوي ان انا جالي الكومنت ده من الشخص ده والله مش مفيه حد معين بس بيحصل كدير بس مفيش حد معين في ضلت مثلا اللي هو مش مصدق لا لسه شوي طب ردود افعال الفنانين يعني فيه وفيه اه فيه ناس بتزعل اه فيه ناس انا عرفت فيه فنانها مصرها شهيرة يعني مش هنقول اسمها اوكي اتكلمت عن المسلسطة لها عاملة في رمضان 2023 اللي هو قبل الفده فاديقت طبعا فهي قالت لي لا ما هي هي اكتابت عشان انت عندك حق اه قالت لي هو العمل كان سيء وهي ما كانش راضي عنه وتفاصيل كده فاديقت اكتر حاجة دايقتني الصراحة ان فيه حد بسببك اكتاب بس هي بعدها هتختار احسن برضو ممكن ممكن بس هي هي بس في الاخر كان السبب ان العمل سيء فيه ناس بقى لا فيه ناس بتضايق وفيه ناس بتحاول تقفل لك الاكاونس بتاعتك فيه ناس بتتبسط قوي فيه ناس بتهزق فيه ناس مثلا لو طلعت قلت هم سيئين يعني افتكر محمد القص مثلا في مرة تكلمت عنه في مسلسل في رغم اللي فات هو اخد الفيديو بتاعي وعمل شيره وقال طاهر عنده حق على فكرة انا كان المفهود اشتعل على العربي فكل واحد رد فعله بيختلف حسب شخصيته طيب بالنسبة لانواع المسلسلات او الافلام اللي انت بتختارها بتختار الانواع على اساس ايه ايه اكتر حاجة مثلا كانت الناس شفيتها او اكتر حاجة مثلا كانت الناس متابعها مش حاجة معينة فيه حاجة ممكن تبقى مش مع ترند مع الناس وانا عارف انها مش هتجيب مع الناس بس انا بحابة بعملها ده بيحصل كتير او وفي نفس الوقت انت لازم تراعي الناس ان انت تقدم لهم الحاجة لهم بيحبوها فبتبقى معضلة صعبة ففي الاخر بتبقى انت عايز حاجة تعجب الناس بس ترضيك في نفس الوقت فبنحاول بقى ان احنا نشوف حاجة تنفع كويسة وفي نفس الوقت هتعجب الناس بس هو دائما الاختيار بيقى صعب يعني دكتور نبيل فاروق الله يرحمه لما كان في لقاء ما كده مع صاحبة السعادة كان بيقول لها ان المعقب جديات البيع او النجاح لأي عمل اهوك بتكلم عن الكتب مثلا لأي عمل ادبي ده هيبقى ملياردير فقيس ده على كل حاجة فيش حد بيعرف ان الفيلم ده ينجح ولا الفيديو ولا الكتاب ولا اي حاجة هيبتيجي كده طب انت معاك ناس بتساعدك ولا انت لوحدك لا احنا تيم طبعا في الاول كنت لوحدي يعني الحاجات الكوميدي ستيل انا اللي بكتبها لحد دلوقتي بس مثلا فيلم في الخمسينة في البرنامج بتايم في حد بيكتب انا اخد اصيغ في ناس بتصور فيه ناس بتمنتج يعني لأ احنا بنامل حاجة كتير فلازم بيقوا معايا تيم عشان ما ازهقش بعد كده طيب في مشكلة حصلت لك للقنوات بتاعتك الخاصة بملخص كل الناس كل الناس كل الناس اه لا لا ده كلها ايه اللي حصل لا ده يعني بيحصل لحد دلوقتي يعني مثلا احنا بنسجل الحلقة دي انا اقفل فيسبوك بتاعشان خايف في المطلق لا فاهمني طيب ايه اللي بيحصل بالزبط ان بيجي مثلا انت بتبقى منزل يعني الحوار كان الاول انت منزل ملخص لمسلزل فانت اخد الماتيريال بتاعته كلها فبتحط صوتك بس فبيتشال الكوبرات لو صاحب الفيديو الدي او صاحب العمل ما ببساطش من انت اقولتو ده بيحصل كتير تبقى الحوار بقى يعني الفيسبوك كل شوية بيغير الرولز بتاعته انت ما بفعش حط صورة فانا كنت عمل تلاتين اربعين فيديو على مدار سنتين فكلهم اتشالوا فالبيتشت قفلت فرجعنا واحدة وعملنا واحدة وهكذا وما بتنزل بوست مسلا كلما ببقى ليك اعداء كتير مش اعداء يعني كلما ببقى فيه ناس حب ان انت ما تبقاش موجود او ما تكلمش عنها فهم بيحاولوا يضايقوك فانا انا مستخبي عندكم انا قفل الفيسبوك وقعد هنا خليك اعد تحركش احنا مبيتنا كنا اللي قطع معينا طيب مهرجان الجونة اه لا ميلو لا انت اقول لي ميلو اصلا الجونة السنة دي ما تكلمناش عنها اوكي عشان مش عارف لي والله ما تكلمناش عنها مش عوايدك اه لان احنا حسينا ان احنا فيه ظروف كويسة يعني مش المهرجان مش فيه احسن حالاته والظروف مش فيه احسن حالاته فما تكلمناش عنه السنة اللي قبلها ما تتعملش برضه كانت تعمل صغيرة واللي قبلها ما تعملش فمهرجان الجنة ده من الحاجات برضو اللي كانت يعني من الحاجات اللي كانت وش السعاد فعلا انت عملت ملخص في رأيي أنا حاجة عبيتة قوي عن مهرجان الجنة صحيح تلاقيت الناس كلها بتتكلم وبتهزر فعملنا حاجة عن مهرجان القاهرة وكنا بنتكلم عن منا شلبي كان فيه الافي لوا منا شلبي اهو يا حسين ده كان افي ببعته لحسين صاحبي بجد بقوله منا شلبي اهو وحطته في الفيديو ففي مهرجان الجنة لقيت منا شلبي قبلتها في المهرجان بتقولي أنا هو يا حسين فلما حطناها في الفيديو ففيرل برضو طبعا فكان من الحاجات اللي عجبت الناس قوي خصوان ان هو ترند وفيه فنانين وفيه افلام فانت هم قدملك حاجة كتير مع بعض ويطلع منه افهات ده اكيد ده حاجات كتيرة قوي طيب طبيعت اي حاجة من الافلام اللي كانت موجودة هناك في المهرجان لا انا المهرجان ده ما فيش المهرجان ده للأسف ما قربتلوش وما تبعتش حاجات لسه بتاعته بتفكر تمثل عشان احنا عارفين ان فيه ناس كتير قوي صناعة محتوى ساعات بعد كده بعد ما بيخلصوا فترة معينة من حياتهم في الموضوع ده بعد ما يفضوا لا مش لازم يكونوا يفضوا على فكرة يعني فيه ناس بتبتزي على السوشيال ميديا لا بس او من تقليل ما فيش حد بيفضل على طول ناجح اكيد بس دي برضو تالنت دي موهبة فهل انت مثلا بتفكر ان انت تتمثل في يوم الايام ولا مش عارف يعني ما فكرتش عمري في حياتي يبتزي فكر بقى لا 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 يعني والله اعايز اقولك فيه ناس كتير عرضوا ده منهم اللي بيحبني منهم اللي بيجامل منهم اللي شايف حاجة انا مش شايفة الله اعلم بس ما حستش ان انا ممكن اعمل ده الصراع يعني حابب اللي انا بعمله دلوقتي ممكن اقدام بس برضو ما اظنش الحاجة الوحيدة اللي ممكن فعلا احس ان انا عايزة اتجهلها في يوم الايام الكتابة وكنت قعدة كده مع احمد مرود وقعد يقنان ان حتى اقول له انا لو كتبت الناس هتقول لبعد دلوقتي بعد ما كان بينطاقت كان بيكتب قال لي ايه المشكلة مفياش ايه مشكلة قال لي لا قال لي حتى لو هيموك ما تتهجم يعني انت لو هجمت حد من حق انه هي هجمك بس كتابت ايه يعني شرح لي كتابت ايه مش نفسي يعني هي ممكن افكر فيها بعدين اكتب دراما دراما ده عكس اللي انت بتعمله خالص صح انت دايما بتكتب قامل دي اه اه احنا بدنا حاول ان احنا بقا نغير بقا بس يعني دي فكرة مستقبلية لسه مش عارف دايما بيقولوا معرفش لو دي حاجة صح يعني بس دايما يقولوا ان اكتر ناس بتعرف تكتب دراما هي اكتر ناس بتعرف تعمل قامل دي بس انا بوصلها من ناحية تانية اللي بيعرف يكتب دراما كويسة بيعرف يعمل اي حاجة تانية حتى الكوميدي مش العكس بس القامل دي اصعب احنا عشان الكوميدي عندنا الفترة دي مبنية على الافي والافيات اللي فيها جناس والافيات بتاعت السوشيال ميديا فممكن دي الافي نفسه عشان يتخلق محتاج تفكير كتير بس لها الكوميديا طول عمرها اي مع الدراما يعني شوفي مثلا عاد الامام في تجربة دينماركال المشهد بتاع لما دخل مركز الشباب وهو وزير شباب دي دراء يعني اللي جاي له الخيال ان هو يعمل مشهد زي ده هيطلع اي اف فيه في المشهد هيبقى حلو طبعا عاد الامام ويوسف مقاطف يطلعه حاجة احلى بس لأ انا شايف العكس اللي بيكتب دراما كويس يقدر يعمل اي حاجة طيب هتغششني ايه الحلقة الجاية بتاعت ميدنايت احنا النهاردة ايه النهاردة الاربع الجمعة والله لسه مستقرناش يعني عاملين كذا حلقة عاملين حلقة عن الجوكر وعملين حلقة عن تاريخ السينما الفلسطينية لسه مش عارفين يعني مش عارف ده هنزل ده قبل ده ولا ده قبل ده اوكي بس واحدة فيهم ان شاء الله ان شاء الله لو غيرت هبقى هقولك ارجوك هبقى 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 هقولك بتقطع كم حاجة وانت بتكتب كونزي وبعدين بعد كده بتبطيدي تكتب تاني من الاول كتير بص ايقولك حاجة انا طول عمري لما بكتب مش في الكوميدي بس يعني من ايام من 2014 لما كنت شغال موعد مرئيس القوين كان يعني تعلمت ان لما يعني انك تكتب الحاجة على كذا مرحلة كل ده ما يخليها اقوى مثلا السكريبت لو تكتب على كذا مرحلة اول مرحلة انك تقرأ تقرأ الفيلم او تتفرج على الفيلم وتكتب افهات سخيفة كده بعد كده تاخدوا تربطوا مثلا بعد كده تعدل افهات فده بيخلي العمل قوي حتى لو تكتب اي حتى لو بكتب سكريبت حلقة مثلا زي اللي احنا فيها قوين كان فالكتابة على كذا مرحلة بيخلي الحاجة انضج وافضل وبتقرأ وبص عليها كذا مرة فلا انا ممكن مثلا في اول مرحلة دي اكتب حاجة خمس تلاف كلمة واخد منه في الاخر تمنمية وممكن ابدلهم اصلا وتغير كل حاجة ممكن يبقى فيه افه هيل بس انا اللي ما بفهمش فاشيله وحط مكانه افه سخيف او حاجة مش حاسيسة ممكن يبقى انا مش حاسيسة بس ايه حالو او مو ده كان عجبك في الاول ده هي حالة مزاجية قوي فانت ممكن تكتب حاجة وفي الاخر تترمي وفي الاخر تطلع حاجة حلوة او تطلع وحشة الله اعلم فلا احنا بنكتب على كذا مرحلة وبنرميك كتير ده اللي لازم ده اللي انا تعلمت اموما عمتا انت عامل شغل فضيع والله شكرا وانا مبسوطة قوي ان انت كنت معي النهاردة واكيد هتنورني ده ولا خلاص كده هنيجي هنيجي ان شاء الله انا عرفت ان اي حد بيجي هنا بيبتبقوا ايش يستاعد عليه الحمد لله فاتمنى ان شاء الله انه يبقى يعني بعد ما يجي هنيجي هنا تاني ان شاء الله يا رب ودائما يعني اول the best فعلا شكرا طيب انا هخليك انت لتنين حلقة معي اوكي اعمل ايه انا بعملش كده مع حد انا اعمل ايه انا اعمل ايه انا اعمل ايه ايني الحلقة بطريقتك في يوم الايام في وقت من اللقوات فترة من الفترات في سنة من السنين اعملنا يوم الاربع النهاردة حلقة مع ريهام الشيخ في برنامج تريند انا محمد طهر استنوا الحلقة نتمنى ان هي تعجبكم سلام اشتركوا في القناة